انطلقت فعليات مؤتمر نقاط للإبداع لعام 2015 تحت شعار ظاهرة النسخ واللصق بهدف تعزيز الإبداع وتحفيز عناصره في الكويت والشرق الأوسط عشق لتنوع الحضاري والإبداعي مبدعون في مختلف التخصصات صناعة أفلام تصميم أزياء مجوهرات وغيرها من الأمور الإبداعية ثقافية هو مؤتمر نقاط للإبداع السنوية نقاط هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى التعليم الإبداعي بالدول العربية هدفنا هو التعليم الإبداعي يعني نركز على التعليم بالنهاية كان فيه خلال العشرين سنة سابقة الإبداع والتفكير الإبداعي والتفكير النقدي كان مهمش قليلا وكان فيه تركيز أكثر على البزنس والفايننس الثقافة والإبداع هي أسس مهمة لتطوير أي مجتمع كل عام يقدم المؤتمر ورش عمل ومحاضرات عديدة تفتح المجال أمام الحضور للمشاركة في طرح الأسئلة والحلول والبحث عنها في أي مجال إبداعي السنة عندنا سادس مؤتمر للإبداع وهو يعتبر أكبر مؤتمر للإبداع بالعالم العربي حاليا وعندنا أكثر من ثلاثة ثلاثة محاضر من كل دول العالم حاليا مو كل دول يعني من أنحاء العالم كلها ظاهرة النسخ واللسق عنوان لمؤتمر نقاط هذا العام فهل هو عمل إبداعي وهل هناك عمل إبداعي خالي من الاقتباس؟ فيه فرق كبير بين واحد ينقل وواحد يتأثر والتصميم وهيدي بعتقد أنه رح نحكي عنا كثير بالمؤتمر ورح نشوف شو الفرق بين واحد يتأثر وينقل الفكرة مثل ما هي يلي هيدا شي مش مقبول مواضيع شيقة يطرحها مؤتمر نقاط السنوية الذي يسعى إلى الحراك الإبداعي من الخليج إلى الشرق الأوسط من خلال تعزيز الحوار والإلهام عرفت نقاط أولا بإسم نقاط على الحروف وبدأت عملها مع هدف واحد هو تطوير الأبداع العربي على جميع المستويات وإثراء المجتمع من خلال إطلاق مشاريع جديدة للابتكار الثقافي والإبداعي مروم حرام تلفزيون دولة الكويت